السلام عليكم الخاوة إن شاء الله لكم قاب خير يعطيكم صحة لكم تبعو مباراة ربع النهائي كأس العرب بين الجزائر والمغرب U20 أقل من 20 سنة تزاير ربحة المروك 4-3 في ضربة الترجيح الماتش خلاص 1-1 عدلنا النتيجة في الوقت القاتل في وقت بدل الضايع ماتش في القيمة تحليل هذا رح نضر على نقاط اللي لازم يحسنوها في المباراة الجاية إن شاء الله رح نسي ونفهمه كيفاش لعبنا وكيفاش ربحنا أحسن فريق تعدور المجموعات وهو المغريب أحسن هجوم وأحسن دفاع سجلوا 15 هدف وتلقاوا غير واحد برك وإحنا مركينا لهم دوز ين بيانسير لذلك جزائر كيفاش لعبت لعبنا 4-4-2 مي المدرب لاسيت ما ينجمش تكون عنده طريقة لعب في ضرف واجيز ما لعبوش قاع كيف كيف لي جوار هادو ما ما نبوعون لي شبه الزلاطة عن هادك قال للصحافة اللي ملعبناش بزاف وما عندناش لزوتو ماتيس ذوك هديك هي نقطة ضعف تعنا وبانتي يعني في هذا الماتش عندنا رباعي الرعب صح في الهجوم مع هاد الربعه هادو يا بنعمي بوعون زلاطان تعنا أجاودي هذا ما سيلا أجعودي ولا أجاودي مهاجم تاني كان يلعب شغل مهاجم وهمي ولا نفيدي شغل ولا لقم من عشرة كما تحبوه كان أي تعمر تعلب باباين بابا بابا هادك جوار في القمة قلوا الصح ودوقي ولا الدوقي ولا الدقي ولا ما نشعر كيف شبرون نصي وهي سمح لي على كل حال تعكوين سبارك لانجرس لذلك عندنا فرضيات وربحنا بهذه الجوار هادوما بهذه الفرضيات والتقنيات تحهم بيان سير ما ننسوش اللي عندنا مليوتير جوار في المليو يعجبني بزاف بزاف رح ندير عليه فيديو سبيسيال من بعد ياسين تتراوي ما شاء الله سنتينيل بمعنى الكلمة أحسن وسط ميدان اللي شفتو في هاد ليما تشاهدو قالي شتهم تع مصر وتع نيجير وتع الاخر أحسن وسط ميدان جوار إن شاء الله ينجح وفي أعلى مستوى إن شاء الله نهضروا على طريقة اللعب تاعنا كيما قلت لكم الفرضيات هي اللي صنعت الفارق مع بوعون دوغي أجاودي اللي قلت لكم خلقوا فرص كتيرة ما شاء الله لطاك تاعنا يعني فريمون قمة مع أي تعمر هادك تاع الباين ضغطنا على الدفاع المغربي في بعض الوضعيات وخوتنا المغربة تانية ضغطوا علينا ضغطوا علينا كتر بس خلينا لهم المبادرة خلينا لهم الكرة وحاولنا نخدعوهم بالمرتدات هما موالفين يلعبوا كيف كيف يعرفوا يضغطوا كتلة احنا بينا باللي ما ما حبيناش نغامروا وراح نشوفوا علاش كان مشكل كبير في الفارق تاعنا وهو الإنسيجام التنسيق والتفاهم بين اللعبين فريمون بانت بزاف هاد الماتش كان عندنا بلوك ميديون كتلة وسطة نسترجعوا الكرة في الوصل الميدان أكتر أكتر في الوصل الميدان ونتحولوا بسرعة للهجوم لعب مباشر للأمام وهذه أحسن خطة كما يكونش عندك الإنسيجام في الفارق ما تقدرش تغامر وتضغط الفوق وتخلي مساحات لتحتها اللي ما تعرفش كيفاش تكوفريها بسكو اللي جوار ما يتفاهموش اللي جوار تاعك ما مش يمون فين يغطوا على بعضهم بعض دونك لازم تقعد في الوسط وتاخد حدرك فهمت كيفاش بالمرتدات دونك سينا سينا بالمرتدات حتى قدرنا ما منخرجوهم مدافع بطاقة حمراء طبع المهاجم كان آخر مدافع وطبع المهاجم دونك كانت فرصة للتسجيل بهكداك اللي قدرنا نباختوهم ونقصنا لهم جوار دونك سهلتنا المهم ما من بعد اللي كيب ناشونال كانت تبان مقسومة على زوج في بعض الوضعيات ما كاش تنسيق بين الخوطوط كيما هنا ما كاش تتحزب اللي مقسومين على زوج وهذا الأكسيون تعنيت باش نخرجو بالكورة ما كاش همزة توصل بين الدفع والهجوم باكا حتى واحد في الوسط باش يوصل الكورة للهجوم دونك كنا نلعبو كورات طويلة كيما راكم شوفوا في هذه الأكسيون وهذا الأمور لازم الكوتش يتنبه ليهم لازم لازم يشوف هاد الأمور هنا تانيت غلقنا على روحنا في الرواق باسكو السنتينيل ما عرفش يتمركز فهمت ما عرفش يتمركز روحو والمهاجم المغربي تانيت عرف يغلق الرواق التمريرة في الوسط دونك هادية لازم لازم اللي جهور يتفاهموا كتر لازم يتواصلوا كتر لازم لزوتوماتيزم بان باينا ما تقدرش تتخدمها هادوك بان بان دونك نهدروا على التمركز التمركز هو لي أنا لي التمركز هو المهم هو أهم شيء في فكورة القادم كي تتمركز مليح ما كان له تجري ما كان له تودر الطاقة تاعك في الميدان دونك ليكي بتاعنا ما كانش تتمركز مليح لنقص تواصل بين اللاعبين لكمونيكاشون واليزوتوماتيزم بيانسور والكوتش الكوتش بلك مكاشي بلاسي لجوار لازم يعرفي بلاسي بلما دي الصوت تعوه يروح له بعد الماتش خاطرش يعاود بلاسي لجوار تعوه ماتش كامل وهو يبلاسي فيهم الكوتش يشوف اللعب بالنظرها مختلفة على اللعبين نورمال مون لازم يعطي لي كونسين باش يتمركزوا مليح هنا شوف تلت لعبين في الوسط من الجهة اليوسرة هكتشوف خلوا مساحة كبيرة من الجهة اليمنى واللعبين المغرب لقاءوا التغراء قريب ماركاو وشوفوا مليح الاكسيون شوفوا التفوق العادة الظاهر الايمن كان لقاء روحوا واحد ومسكين و بعدها حصلوها في الدفاع و من الميليوتيرنا شوفوا بلاسي ليس بلاسي مليح يجب ان نسقموا البلاسيمن يجب ان نسقموا التمركز في هذا الوضعية المدافعين لا يتحضروا شقاء ثلاثة يشوفوا في جوار واحد ثلاثة يرحولوا الجوار واحد لذلك تجعل المنافس متحرر في دخلها تعدي زويمات لعب المحور نسى جوار مورا هالناس اللي كنا لها والله رسل كنا لها مزيا خاوتنا المغربة ما كانوش في نهارهم نقص تركيز ما ماركاوش الحمدولله نقص تواصل تمركز عشوائي هنا كيف كيف طلعوا الزوج مع جوار واحد تعال مروك وخسروا السراع ثم طلعوا الزوج وخسروا الحمدولله هذا كثير طراوي كان في نهاره وسترجع الكورة من بعد لكم تشوفوا هذي ثاني خمس مدافعين ولاعب واحد تعال مروك في المنطقة قدري يسدد ما يتحاضروش يا صاحبي ما يتحاضرو شوية ذوك المراقبة لازم تاني تتحاضروا لازم يتفاهموا مليح باش نغلقوا ما لازم نغلقوا مليح هنا ثاني ما غلقناش المساحات وخلينا نخليوا المسافة بيننا وبين المهاجم وماشي مليح تخلي هذيك ديستانس هذيك يقدر يباقتك لازم تكون خوشونة شوية فهمتو هذا وشكل ناقصنا دايمن من الجهة اليوسرة كما راكم تشوفوا بلاك يا الله سيت بلاك يا أخويا لازم تقول لي جوارتاعك ولميليو لازم يكوفريو سينو ناخدوا طريحهم بعد مع تونس ما تخلي لهمش ما تخليش يجري بالكورة ما لازمش ما لازمش تخليه يجري كما هنا كما تشوف في الشوط التاني المغريب كان حاب يحافظ عن النتيجة خلاننا المبادرة كانوا بعشر لعبين تاني خلقنا عدة فرص في الدوزين ميتون بسح خدعونا بواحد الكنتراتاك أربي كان معانا راني نقولكم ضيعوا فرصة ما تضيعش هذي الحارس در غلطة عاود رجع الكورة تاعو ما يحبس القطفة من بعد سبحان الله سلكنا القارديا هنا كان هداه هو منعارج المباراة هذه الوكازيون من بعد سجن لنا هدف في الدقائق الأخيرة المباراة الوقت القاتل هدف مجاهدين مددقع وشكاين في هذه الأكسيون الله يبارك تشوف باللي كانوا حابين يربحوا ما شاء الله على الجزائريين ما شاء الله الله يبارك النقاط الإيجابية هي الروح القتالية ما شاء الله ما شاء الله استرجعنا بزاف الكورات في الوسط بفضل تيطراوي خدمة كبيرة تفوقنا على المغرب بالميليوتيرا استرجعنا بزاف الكورات حبسنا على الإيجابية توحم وعمار ثاني ما نساوهش عمار لعب ملح في وسط الميدان ما شاء الله عندنا الإيجابية كونتانية الله يبارك رقم خمسطاش أي تعمر هذا با 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 يعني فريمان دار حالة جميلة منجب الشاب لعب كورة ومنجب سرعة في التنفيذ الله يبارك عالما كامل للهرس أعمار بعض الغلاطات ما شاء الله يعني حبس أوكازيون في الشوت الثاني هذيك كما قلت لكم وزاد حبس دو بينالتي مبروك علينا هذي بداية ومازال مازال إن شاء الله ليكي بتاع المغرب إيكيب شابة داروا اللي عليهم ولعبوا مليح إن شاء الله ما يزعفوش علينا برك نعطو لهم موعد ذالعام الجا إن شاء الله نقول لكم يعطيكم صحة لي تبعتوا الفيديو والا بروشين صحيتوا